اشتركوا في القناة من تصميم تدري ايس البطانية هادي جميلة وسهلة جدا هو مجرد مربع واحد تكرري وبعدين تشبكيها في بعض ونعمل اطار بسيط لها زي ما انت شايف قدامك على الشاشة هذا هو او هذه هي صورة المشروع المشروع بسيط وسهل بازن الله ما يكون في تعقيد طبعا المشروع هذا هستخدم فيه مقاص النارة 3.5 ملي خلاص البترون قرأته مرتين قبل ما ابدأ اشرحه وفيه كانت لحظت فيه مشكلة وطبكتها وثويتها وفعلا حصيت انها مشكلة اللي هي طبعا الوحدة الاولى هيكون فيها زي البتلة وزي الوردة زي ما هنا الجزء ده من هنا الى هنا تقريبا تقريبا يعني من هنا الى هنا هذا كلها سطرين على بعضها بعدين تبدأ هنا السطور فوق بعض فوق بعض فوق بعض فوق بعض الى هنا تقريبا امكن يعني بعشرة تسعة اسطر وانتي بس كل سطر تقص الخيط وتشبك اللون جديد تقص الخيط وتشبك اللون هتقول لي لي هنا هذا كله ابيض ما فيش الوان الالوان جاية من ورا زي ما انت شايفتها فانا هادي مشكلة انا بالنسبة لي اشوفها مشكلة اولا تاخد وقت انك تقصي وتخفي الخيط وترجعي تشبكي خيط من جديد وزي كده تاخد خيط لانك لما تشبكي لما تقصي لازم تسيبي ديل طويل نسبيا عشان يساعدك في اخفاء الديل هذا او اخفاء النهايات تالت حاجة لما يكون عندك اسطر فوق بعض زي كده وبالنسبة لي مثلا هذا اوكي فاين ممكن تخفي فيه اللون الابيض لكن تعالي هنا شوف الخيط الملون الخيط الملون هتخفيف اغلبه سلاسل زي ما انت شايف كله سلاسل السلاسل هادي عشان تخفي فيها خيوط مرة صعب وممكن يعني تواجهك مشكلة وخطر انه مع الغسيل تنفك لا قدر الله فانا من الاساس استقصلت المشكلة هادي وحاعمل حركة تستفيدي بها بحيس انه انت تشتغلي بخيطين في نفس الوقت ومتواصلين خلاص يعني تشتغلي باللون الابيض وتوقفي تشتغلي باللون المدرج او الملون بدون قص خيط ما في اي خيوط تنقص البطانية الناتجة مقاساتها بالنسبة لي مية واربعين سنتيمتر في مية وتسعين سنتيمتر بالنسبة لخيوط المشروع راح تكون ماركة ميرفل ميرفل خيوط تركية خلاص الخامة تبعها تنسل تنسل فوشي ارت عملت عنها بحث قبل كده وتكلمت عنها في قناتها عفوا في الانستجرام حسابها في الانستجرام هحطوه اسفل في مربع الوصف اسفل الفيديو وذكرت انه التنسل هذه عبارة عن خيوط نباتية زيها زي القطن زيها زي البامبو خلاص الخيط في البكرة الوحدة فيها مية جرام اللي هي ميتين وخمسين متر الصنار المناسبة من أربعة ونص إلى خمسة ميلي خلاص ايضا تعليمات الغسيل تقدر تغسليها في الغسالة الخفيفة يعني غسالة للملابس الصوفية أو الملابس النعمة أو الحساسة أو حقا الأطفال في الغسالة بدرجة حرارة 30 درجة ما تحطي لها مبيض ما تحطيها في نشافة لما تنشفيها تنشفيها على سطح مستوي أو أفقي بحيث انه هي ما تسقط على تحت أو ما تطمط ايضا ممكن تكويها على درجة حرارة واحد وجربي في الطرف لا تغامري وتحطي المكوعة على نص القطعة وتخريبيها جربي في الطرف أول بس درجة حرارة منخفضة جدا تقدر يتنظفيها تنظيف جاف بس التنظيف الجاف يكون بسيط خلاص الخيوط من زي ما قلت لك شركة ميرافيل مستخدمة نوعين النوع الأول لرسا النوع الثاني بوسفورس الاثنين نفس النوعية تنسل لكن هذا مطفي وهذا في لمعة اللي في لمعة 67% خامة تنسل اللي هي الخيوط النباتية و 33% PA اللي هي اللمعة هادي خلاص هذا الخيط أسمك شوية لكن لو شدتي شغلك أنا ما لاحظت تغيير كتير مشي معايا حالو بالنسبة لإلوان الخيوط بس تخدم اللون المدرج اللون الثاني الأبيض 0-1 اللون الثالث المدرج أو عفونا الأسود اللي فيله لمعة 0-8 اللي هو من بوسفورس بالنسبة ل البكرات هادي والألوان هادي فهادي عدد البكرات اللي احتاجها من كل لون الجزء الأول هنشتغل في الوحدة هادي الوحدة هادي طبعا هي شارلوت زي ما شفتي في الشرح في البداية كانت وحدات مكررة 12 مرة الوحدة نفسها هقسمها على كذا جزء في الجزء الأول هنشتغل فيه في المربع الأساسي أو المربع الوسطي في البداية وبعدها نبدأ نكبر ونضيف على الوحدة عشان تكبر أكتر بالنسبة للوحدة هادي خلاص في ملحوظة أو في مشكلة ممكن تحصل مع البنات اللي هي لو تلاحظي الوردة اللي في النص بارزة بعض الشيء هتشوفي أنه أنا لما أوصل في مرحلة من المراحل وأنا بشتغل الوردة لما أوصل هنا هتلاحظي أنه الوردة بارزة تماماً وحتبدأ تنفرد وهي انفردت معايا ما حتنفرد تماماً لكن فيها ارتفاع بسيط لكن ما هو ملحوظ وأنا بالنسبة لي أنا أحب الارتفاع البسيط هذا لأنه هي وردة وشكلة كده حلو إن اشتغلتي ووصلتي للمرحلة هذه اللي هو بنهاية الجزء الأول وحسيتي أن وردتك لا زالت مرة مرة منتفخة لدرجة ما هي حلوة خلاص فهذا حاجة من حاجتين حاجة واحدة يعني تعني حاجة واحدة شايف الجزء دال اللي هنا لما نشتغلنا في الوردة هنشتغل الآن مع بعض السلاسل اللي أنت بتشتغليها من الدور التالت إلى الدور هنا هذا الدور يعني لما تنهي البتلة البيضة خلاص هذا كله حيكون فيه سلاسل ما بين الشغلات أو ما بين الغرز فيه سلاسل سلاسلك معناتها جداً 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 مشدودة وضيقة إذا أنت حسيت إن وردتك ما أرتاحت بعد ما وصلتي لنهاية الجزء هذا خلاص معناته إنه أنت شادة جداً سلاسلك الحل اتنين إما وإنت بتشتغلي من الدور التالت إلى الدور أظن العاشر أو الإحداشر هنا وصلنا والله ما نفاكرة بس أبعنا في دي الجزئية وإنت بتشتغلي باللونين اللون الأبيض والملون شايف الملون هنا في النص باللون الأبيض والملون أرخي يدك وإنت بتشتغلي السلسلة لا تضيق السلسلة إذا ما هي راضية تترخي معاك وفضلة الوردة مرة بارزة بنهاية الجزء كله خلاص ممكن لما تجي تشتغلي هتشتغلي الشغل كله بصنارة بعدين هتشتغلي السلاسل بصنارة أعلى بنصف درجة في حالتنا هذا المشروع زي ما ذكرت في بداية الفيديو إنه أنا بشتغل بثلاثة ونص إن كانت يدك ضغطة وشادة وما أنت قادرة توسعي سلاسلك في دا الجزء بس معناته هتشتغلي فقط السلاسل بصنارة أربعة بقيت الشغل كله بصنارة ثلاثة إذا أنت بتستخدمي نفس الخيط حقي إذا بتستخدمي خيط آخر فرضا بيلا أليز دي ام سي إذا أنت بتستخدمي خيط آخر استخدمي مقاس السنارة المناسب للخيط خلاص وكبره نصف من لي لما تشتغلي السلاسل فقط أعيد وأكرر وحطي عشر نقاط تحت فقط فقط في المرحلة هذه من الدور الثالث إلى نهاية البتلة هنا خلاص نبدأ المربع مع بعض طيب الدور الأول هشتغل فيه باللون المدرج في دائرة سحرية هنعمل خمس سلاسل عشان تعمل الدائرة السحرية هاخد طرف الخيط على أصبعين بدي الطريقة ألفه مرتين هذه مرة وهذه المرة الثانية خلاص أجي من خلف أصابيع بدي الطريقة أدخل السنارة من الأمام وأخذ الخيط اللي جاي من البكرة كده شايفته ستبدأ تعمل في وسط الدائرة خلاص طبعا الخمس السلاسل هادي ستعتبرها أول عمود بلفتين زائد سلسلة الآن هاعمل عمود بلفتين سلسلة 11 مرة واحد اثنين لما انت وصل عند الديل هنا انتبه لا تشتغلي فوق سلاسل عفوا فوق لفات الخيط طبع الدائرة السحرية بدون ما تمسك الديل فعادي شدي الديل شوية وكمل يشتغلي دائما لازم الديل طبع اللفات يكون خارج ما تشتغلي فوقه فانا عندي الآن هادي آخر واحدة عمود بلفتين وسلسلة خلاص لما انتجي تعدي مع سلاسل الارتفاع تبع البداية لان احنا اعتبرناها عمود بلفتين زائد سلسلة فيصير عندي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر احداش اطناش تنهي الدور باثناشر عمود بلفتين زائد اطناشر فراغ بسلسلة هتكفل الدائرة السحرية كيف؟ هتبدأ تسحبي الديل زي ما انت شايفه الخيط اللي ينضغط معاك اللي ينسحب معاك هو اللي تمسكي وتبدأ الجري او تسحبي من ناحية خروج او من مكان اللي يخرج منه الديل اسحبي من هناك هتلاحظي انه اللفة التانية هي اللي بتنسحب وبتنضغط خلاص وبعدين ارجعي اسحبي الديل هتلاقي انه اللفة انسحبت معاك اذا تريد تفاصيل اكتر في الدائرة السحرية هتلاقي فيديو في قناتي عن الدائرة السحرية هاد الدائرة ممتازة لانها بلفتين ما حتنفك معاك تضمنيها وبرضو لازم تخبي هذا الديل ما تقصي من هنا هتخبيه وبعدين تقصي هتنهي بمنزلقة في رابع سلسلة من سلاسل البداية فانا عد واحد اثنين ثلاثة اربعة هادي رابع سلسلة شايفين كيف صار شكلها هذا الدور الاول الدور الثاني خلاص هعمل منزلقة في فراغ السلسلة طبعا لازلت بنفس اللون هاطلع سلسلة للارتفاع فقط اعمل حشو في نفس الفراغ اللي سويت فيله المنزلقة الان ابدأ التكرار راح اعمل اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة حشو في فراغ السلسلة التالي هتكرري الاربع سلاسل حشو في الفراغ اللي بعد وهكذا عشر مرات كمان بعد كده هتعملي اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة هتعملي مزلقة في اول حشو سويتها وكده يكون انتهى الدور هتقص الخيط وتخفي النهايات طبعا اخفاء النهايات بالطريقة اللي تريحك اما انه انت تعملي مزلقة وتقص الخيط وخلاص وتخفي النهايات تبعتك واما انه انت تستخدمي طريقة الاخفاء او انهاء الديل بطريقة مخفية اللي هي المنزلقة الكدابة اللي احنا نسميها وعملت عنها فيديو هحطلك رابطها اما هنا وتلاقي كمان في مربع الوصف اسفل الفيديو بنهاية الدور اثنين راح يكون عندك اثناشر حشو و اثناشر اربع فراغات عفوا اثناشر اثناشر حشو و اثناشر فراغات باربع سلاسل طيب الدور الثالث هشتغل فيه باللون الابيض رقمه صفر واحد خلاص راح ابدأ الدور واعمل عمود واقف في اي فراغ باربع سلاسل في الدور الثاني بسم الله اذا ما تريد تعملي عمود واقف تشتغلي دايريكت ممكن تعملي منزلقة تطلعي ثلاث سلاسل وتتبري ها العمود تبعيك خلاص بعد كده هعمل اثنين عمود اخرين في نفس فراغ الاربع السلاسل واحد اثنين الآن يبدأ التكرار هعمل سلسلتين وابدأ ابح بحي سلاسلك من هنا عشان زي ما قلت لك المشكلة تبعة الوردة انها تكون بارزة مرة ما تستمر بعد كده هعمل ثلاث اعمدة في فراغ الاربع السلاسل التالي واحد اثنين ثلاثة هتكرر هذا الكلام عشر مرات اللي هو سلسلتين وثلاثة اعمدة في فراغ الاربع السلاسل التالي بعد كده هتعملي سلسلتين واحد اثنين تكفل بمنزلقة في اول عمود عملتي بنهاية الدور ثلاثة رح يكون عندك ستة وثلاثين عمود واثناشر فراغ بسلسلتين ما بين كل ثلاثة اعمدة الآن رح نعمل الدور الرابع ولازلنا بنستخدم نفس اللون الابيض الآن حط لها سلسلتين وهذه بس مجرد سلاسل للارتفاع ما تعتبرها اي غرزة هتعملي اثنين عمود امامي حوالين اول غرزة عمود في الدور الثالث الآن عندك انت غرز الاعمدة زي ما انت شايف تلاتة في كل مجموعة في المجموعة الاولى اللي انت واقف عندها عندك اول غرزة واقف عليها هتعملي حوالين اثنين عمود امامي هذا اول عمود تاني عمود هتعملي عمود امامي بنفس الحكاية حوالين نفس الغرزة كده وتكملي غرزة تكسار عندك اثنين عمود امامي حوالين نفس الغرزة طيب الان هتعملي كمان عمودين امامية في الغرزتين التالية نفس الحكاية الغرزة التالية هادي هذا العمود الامامي الاول هذا العمود الامامي التاني في نفس الغرزة الغرزة هذا العمود الامامي التالي الغرزة في نفس الغرزة هذا العمود الامامي التالي صار عندك الشول بديد طريقة الغرزة الغرزة التالية او الغرزة الغرزة في نفس الغرزة هذا العمود الامامي الاول في الغرزة الثانية العمود الامامي الثاني في الغرزة نفسها هذا العمود الأمامي الأول في الغرزة التالتة العمود الأمامي الثاني في نفس الغرزة بعد كده هتعمل سلسلة وهذا هو تكرارك عمودين أمامية في كل في الثلاثة الغرزة التالية وبعدين سلسلة هتكرري عشرة مرات كمان هذا صار شكلة من الأمام وهذا من الخلف بعد ما تنهي التكرار هتنهي منزلقة تكون نهيتي بسلسلة هتنهي منزلقة في أول عمود أمامي في البترون المفترض أنك تقص الخيط وتخفي النهايات زي ما ذكرت في أول الفيديو رح أعلمك حيلة بحيث أنه أنتي ما تقص الخيط إلا في الضرورة فلا تقص الخيط إيش هتعملي هتسحبي لفة كده إذا أنتي مرتاحة أنك بس مجرد تسحبي لفة الخيط بدون ما تفرطي خلاص إذا حاسة نفسك هتفرطي أستخدمي ماركر أستخدمي كلبسة ورق مشبك المهم أنه أنتي تستخدمي حاجة بحيث أنه ما تفلتلك الخيط زي كده طيب يعني سر حتى لو نشد الخيط معاك بالغلط ما ينفك الشغل لأنه هنبدأ نشتغل الآن ونضيف لون آخر ونشتغل الدور اللي بعده باللون الآخر بدون ما نقص هذا الخيط وحتشوفي كيف هيوفر عليك وقت و جهد كبير جدا من أنك تقصي كل دور والتاني وتخفي الخيط وتخفي الدل هذي أسوأ حاجة خلاص فبس مجرد أنه أنت تعملي هذي الحركة سيب الخيط على جنب ما لقد خلفي الآن زي ما أنت شايف الشغل هنا صح هتشبك الخيط من هنا اللون الآخر من الناحية المقابلة كده طبعا قبل ما نكمل بنهاية الدور الرابع راح يكون عندك 72 عمود أمامي و 12 فراغ بسلسلة واحدة هنكمل الآن الدور الخامس راح اشتغلوا باللون المدرج بسم الله بسم الله نبدأ الآن بس النصيحة الوحيدة اللي أقولك عليها لما تجي تشتغلي أفضل لك أنه أنت دائما تخلي البكرات نسبيا متباعدة يعني مثلا بكر على يدك اليمين بكر على يدك اليسار اللي هو اللون الأبيض واللون المدرج إذا بتستخدمي نفس ألواني عشان لا تتشعبك الخيوط في بعض الآن زي ما انت شايفة هنا أنهيت الدور رقم أربعة الدور رقم خمسة هشبكوا من هنا يصير دائما عندك دائما خيط من هنا خارج وخيط من الأعلى خارج هشبك طبعا إذا حبيت تقصي وتمشي نفس الكلام اللي هي مسوياته المصمم ما سأقولك هنا لما انتشبك بمنزلقة قص الخيط وأخف الدل ستمسك اللون الثاني أنا بالنسبة لي اللون المدرج ستشبك بعمود في أي فراغ بسلسلتين من الدور الثالث خلاص وهتشتغلي فوق فراغ السلسلة من الدور الرابع الآن خلي بالك الدور الثالث اللي هو كان الدور اللي تحت فيه لبس الأعمدة وكان فيه فراغات السلسلتين لو دفيت الشغل هنا هتلاقي فراغاتها بالسلسلتين صح الآن ستضغط الشغل كده مع بعض فراغ السلسلة مع فراغ السلسلتين تبع الدورين الثالث والرابع وتشتغلي من فوقهم مرة واحدة العمود إما أنه انت تشتغلي عمود واقف وإما أنه انت تشبكي منزلقة وتطلع ثلاث سلاسل وتعتبريها أول عمود ستشتغل عمود واقف فوق فراغ السلسلتين من الدور الثالث ومعاها فراغ السلسلة من الدور الرابع بهذه الطريقة شوف الشغل من ورا كيف وهذا من الأمام خلاص بعد كده هعمل عمود في نفس الفراغ الآن يبدأ التكرار هأعمل أربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا تنسي تبحبح يدك في السلاسل لا تضغطيها عشان الشغل لا يبرز في المنتصف هأعمل عمودين في فراغ السلسلتين التالي من الدور الثالث اللي هو دالي من ورا لكن هشتغل فوق فراغ السلسلة يعني فوق كده هتغطوا مزي ما بدأت هنا هتشتغلي فوق فراغات السلاسل كلها على بعضها من الدور الثالث والرابع هعمل عمودين هذا واحد هذا الثاني هذا هو تكرارك هعيده كمان مرة أربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة أربع وبحبحي سلاسلك هشتغل عمودين فوق فراغات السلاسل من الدور الثالث والرابع شايفتها هتكملي وتكرري تسعة مرات كمان أنا وصلت هنا عند نقطة بداية الدور الرابع أو عند مكان ما وقفت في الدور الرابع بالخيطة الأبيض حوريكي بس كيف تتصرفي طيب هتعمل الأربع السلاسل حقتك عادي خلاص هتشتغل العمودين عادي شايفتها شايفة هنا دا المكان الفراغ هتشتغل العمودين عادي فيله هذا العمود الأول وهذا العمود التالي شايفتوا الآن عشان الشغل تبعك يفضل نظيف هتجيبي الماركر للأمام هتجيبي دا الخيطة الأبيض للأمام أمام الشغل شايفتها لأمام الشغل لا تخلي الديل والماركر خلف وتكمل شغلك عادي هيصير الخيط من ورا وبعدين هيصير في عندك زل من خلف الشغل الشغل ما هيطلع نظيف خلي الديل مع الماركر للأمام الآن هذه الحركة لما تخليها للأمام كل ما قلتلك يعني كل ما قلت انهيت دور وحطيت ماركر زي كده هقولك ان كانت يخلي الخيط لانه في مرات هنخلي الخيط ورا وفي مرات هنخلي الخيط قدام ان قلتلك خلي الخيط قدام هتشتغلي عادي باللون الثاني لما توصل عند اللون رقم واحد هتخلي الخيط لأمام أمام الشغل إذا قلت لك خلي الخيط للخلف لما تجي توصلي تشتغلي باللون رقم اثنين إذا وصلت عند اللون رقم واحد وقلت لك خليلي الخلف هتخلي الديل مع الماركر في الخلف كده وتشتغلي الآن اللون الأبيض هتخليلي الأمام وتكملي شغلك عادي الديل مع الماركر شوفي هكمل أنا أربع سلاسل وحشتغل العمودين في فراغ السلسلات أو فراغ السلسل من الدور 3 أو 4 شوفي الخيط فين أمام الشغل مع الماركر إن شاء الله تكون مضحة الصورة معاك إذا بدأت تتخربطي بكل بساطة قص الخيط أخفي الديل واشتغلي عادي بدون أي مشاكل ما في مشاكل خلاص أنا هكمل هذه الجزئية وأنهي بمزلقة هنا هنا أنهي التكراري نكمل بس السطر هتعملي أربع سلاسل بتنهي بمنزلقة في أول عمود سويته في الدور الخامس على حسب البترون تطلب منك إنك تقص الخيط وتخفي النهايات وأنا أقول لك لا تقص الخيط هاي شوفي هذه تاني مرة وما تحتاج تقص الخيط طيب هذا صار شكل الشغل هرفع بس كده السلسلة عرفونا اللفة عشان لا ينفرط علي الشغل هذا صار شكل الشغل بنهاية الدور خمسة المفروض يكون عندك 24 عمود و 12 فراغ بأربع سلاسل طيب الآن هرفع الماركر من هنا اللي حطيته خلص ما احتاجه شيفته هحطه هنا وأصحب الخيط زي ما انت شايف هحين نعزق معاين خيط الدور الخامس هتخليه الورا يعني لما انتشي تشتغلي باللون الأبيض تكملي شغلك كده عادي توصل هنا خلي الخيط والديل للخلف واشتغلي من أمامهم طيب هنرجع الآن لشغلنا باللون الأبيض بس خليني أوريكي خلف الشغل إذا ما شفتي هذا هو خلف الشغل الآن إن كنتي قصيت الخيط من الدور الخامس هتخفي النهايات خلاص وحتشبك الخيط بعمود أمامي في اول عمود امامي من اي بتلة زي ما انت شايفة هذي كلها كل واحدة فيهم حتتعتبرها بتلة عندك اثناشر وحدة صح ولا لا كل واحدة فيهم مكونة من ستة اعمدة امامية ان كنت قص الخيط حتشبكي بعمود امامي في اول عمود امامي موجود عندك خلاص ان كنت بتشتغلي زي ما انا بشتغل بخيط متواصل عادي حتتحط الصنارة في اللفة حقتك هنجيب بس الخيط من هنا عشان انا عشتغل كده طيب هتطلعي سلسلتين هذي تعتبر سلاسل ارتفاع ما لك دخل فيهم اوكي الان هتشتغلي عمود امامي في اول عمود امامي موجود عندك حين عندك كل بتلة فيها ستة اعمدة امامية هذا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة روح عند اول واحد اشتغلي عمود امامي هذا واحد هتعملي عمود امامي في كل عمود امامي من الغرز كلها خلاص انت فكري فيها بدي الطريق عشان لا تنسي واحد فيهم كل بتلة فيها ستة هتعملي معناته ستة اعمدة امامية في كل عمود امامي عفوا واحد عمود امامي في كل عمود امامي يعني يصير عندك ستة في المجمل في كل بتلة من الاثناشر بتلة عندك فانا هشتغليك اول بتلة بس طبعا هتشتغلي من امام فراغات السلاسل اللي من الدور خمسة ما حتمسكيها ولا حتمسكي العمدة حدو فيها على الخل وتشتغلي امامها هادي البتلة التانية عندك هادا العمود الامامي الاول وتكملي عادي عمود امامي في كل غرزة من الدور اربعة اللي هو باللون الابيض عندي الشغل انهيت بمنزلقة في اول عمود امامي سويته في الدور السادس طبعا انتي ما حتقص الخيط بس تنهيب منزلقة بنهاية الدور السادس راح يكون عندك 72 عمود امامي وهذا شكل العمل من الامام هذا شكله من الخلف الدور السابع راح يكون بنفس اللون الابيض ولا زال الخيط الملون في الخلف راح اطلع سلسلتين وما حتعتبريها عمود او غرزة او اي شيء بس مجرد سلسل ارتفاع الان يبدأ التكرار هتعملي تناقص عمودين امامية في العمودين الامامية التالية بمعنى في العمود الامامي التالي راح اعمل عمود امامي وما خلصوا في اللي بعده عمود امامي وما خلصوا تتبقالك ثلاث لفات على السنارة تلفي وتسحبي من الثلاثة كلها بعد كده هاعمل عمود امامي في الغرزتين التالية هاد عمود امامي واحد هاد عمود امامي اتنين بعد كده راح اسوي تناقص عمودين امامية في الغرزتين التالية اللي هي حتكون اخر غرزتين في البتلة شفتها والوف واسحب منها كلها هاعمل تلات سلاسل وبحبح سلاسلك كده يكون خلص التكرار هعيدلك التكرار مرة لانه واضح انه ما كان كان فيه تشويش في الكاميرا وما انتبه تلو هعيدلك التكرار كمان مرة خلاص هاعمل تناقص عمودين امامية في الغرزتين التالية لحين كل مجموعة من هنا فيها بتلة صح فانا هشتغل في البتلة التالية اللي هي غرزها من هنا الى هنا هاعمل عمود امامي وما اكملوا عمود امامي تاني وما اكملوا بعدين نلوف واسحب من التلاتة كلها هادا هو تراقصي بعدين هشتغل عمود امامي في الغرزتين التالية بعد كده هشتغل تناقص عمودين امامية في الغرزتين التالية اللي هتكون اخر غرزتين في البتلة هادا العمود الامامي الاول هادا العمود الامامي التاني والوف واسحب من النوم كلهم اخر حاجة هتعملي ثلاث سلاسل وبحبحيها لا تشديها كده يكون خلص التكرار هتكمل في كل بتلة وتنهيب منزلقة هكمل وارجع لك طيب بعد كده انا هنا انهيت تكراري هانهيب منزلقة في اول تناقص عمودين امامية زي ما انت شايف طبعا على حسب البترون مطلوب منك انك تقصي الخيط وانا بقولك لا تقصي طيب بنهاية الدور السابع راح يكون عندك 48 عمود امامي طبعا وانا تناقص العمودين تحتسبيها وتعديها بواحد عمود عادي خلاص لانك سويت التناقص وانهيتي بغرزة واحدة خلاص فيكون عندك 48 عمود امامي و 12 فراغ بثلاث سلاسل هنقل الماركر لاني الان هبدأ اشتغل باللون بالخيط الملون هاشيل الماركر من الخيط الملون وانقله للخيط الابيض هاخليلي الامام وانا باشتغل بالخيط الملون خلاص الماركر والديل هيفضل في الامام وانا باشتغل واشتغل من خلفه نيجي الان للخيط الملون زي ما انت شايفها ينقل البكرات عشان لا يتخربط الشغل طيب بسم الله نبدأ الدور الثامن هيكون بالخيط الملون في الدور هادا هابدأ اشتغل بين الغرز اللي هعملها هتنعمل بين الاعمدة شايف العمودين من الدور الخامس وكل في الدور الخامس كانت هادي ليه الاعمدة الملونة شايفتها؟ بين الاعمدة بين كل عمودين هشتغل واحط غرزي لكن لما اجي اشتغل شايفه هنا هتبعد العمودين عن بعض وتشتغلي في النص وهتشتغلي فوق فراغات السلاسل هادي كلها الان هتشوفي كيف اول شي هطلع سلسلتين وما هتعتبريها اي عمود ان كنت قصيت الخيط هتشبكي هنا على طول بعمود واقف او تشبكي بمنزلقة في المكان اللي انا واقف عنده اللي هو هيعتبر ما بين العمودين شايف العمودين؟ من هنا تبدأي اذا كنت هتشبكي بالخيط مرة ثانية من جديد هتشتغلي عمود في الفراغ ما بين العمودين بين العمودين فوق فراغات السلاسل البيضة من الدور السابع والسادس ما بين البتلعة بدي الطريقة هدخل الصنارة بين العمودين من الدور الخامس العمودين الملونة شايفتها؟ ومن فوق الخيط هيجي من فوق فراغات السلاسل البيضة واضغطي شوية الشغل لانه الطبقات كتير وانا ما ابغى العمود يصير طويل يعني ما له داعي الطولة الزايد هذا اول عمود سوينا خلاص سلسلتين البداية اللي هنا او الارتفاع لا تخافي محة بان في الشغل زي ما انت شفتي في شغلي كله انا اعتمدت هذه الطريقة من اول من تاني مربع اول مربع استخدم طريقتها اللي هي في قص الخيط كل دور وفعلا كان عمل مجهد ومضني ويضيع الوقت فهذه الطريقة افضل الان هتعمل عمود اخر نفس المكان اللي عملت في دوبك العمود الاولاني صار عندك عمودين بين العمودين اللي هنا ومشتغلة فوق فراغات السلاسل اللي ما بين كل بثلة بيضة والتانية الان يبدأ التكرار من هنا هتعملي اربع سلاسل واحد اثنين ثلاثة اربعة ولا تنسي تباح بحيها هتعملي عمودين بين العمودين اللي من الدور خمسة فوق فراغات السلاسل من الدور ستة وسبعة بهذه الطريقة تدخل الصنارة بين العمودين شايفتها تعملي العمود الاول تعملي العمود التاني هذا صار شكلها خلاص هكرر لك تتكرار مرة واحدة كمان زيادة هتعملي اربع سلاسل واحد اثنين تلاتة اربعة هتعملي عمود بين العمودين من الدور رقم خمسة شايفة فوق فراغات السلاسل من الدور ستة وسبعة العمودين هادي هتلاقي انها بين البتلات البيضة انا عارف ان انا بقدي يعني اشياء كتير او تعليمات كتير او وصف كتير بس الوصف هذا حيساعدك في ان اكتلاق الغرز حقتك هدا صار شكلها هتكملي داير ميدور لما انتشي توصلي هنا عند ديل الخيطة الابيض هتجيبلي الامام هتشتغلي هنا ما بين العمودين عادي وتجيب الخيط للامام وترجع تكملي هنا المهم انه خيط او الديل الابيض امام العمل هكمل وارجعلك بعد كده هتكملي تعملي اخر اربع سلاسل عندك واحد اتنين ثلاثة اربعة وحتنهي بمنزلقة في اول عمود سوتي في البترون تقول لك قص الخيط انا بالنسبالي ما رح اقصه سنكمل على نفس الاسلوب هدا صار شكل الشغل بنهاية الدور ثمانية رح يكون عندك اربع وعشرين عمود واثناشر فراغ باربع سلاسل خلاص هدا العمل من الامام لا تنسي لما نشتغلنا الخيط الابيض كان في امام العمل زي ما انت شايفه ماهو جاي من خلف السلاسل لازم يكون الخيط امام السلاسل اكي الشغل من الخلف هذا صار شكله وزي ما انت شايفه ماهو باين ولا حاجة انه انت ما قصيتي ولا اي شيء بالعكس تحافظي على خيوطك ما تضيع في القص واخفاء الديول وفي القص واخفاء النهايات وتحافظي على وقتك والشغل يكون انضف وانا بالنسبة لي يكون اكتر متانة لما انت قصي وتخفي الخيط في السلاسل انا احسه هينفك اكتر من لما نكون مشبوك بخيط واحد من الاول للاخير هذا من الخلف وهذا من الامام الان هنقول الماركر واحطه فيه الخيط الملون لاني هشتغل بالخيط الابيض الدور التاسع بس هنقول البكر انا كل ما بشتغل لما اجي اشتغل الخيط اللي بشتغل فيه خليه على يدي اليسار والخيط اللي انا تركته بخليه على يدي اليمين الخيط الملون في الدور اللي هو ده مع الماركر هيفضل في الخلف لما انتجي تشتغلي بتشتغلي من امام الغرز خلاص ما هتشتغلي من فوق الغرز هتشتغلي امامها طيب ان كنتي قص الخيط هتعملي تناقص عمودين امامية في العمودين الامامية في اي بتلة ان كنتي بتشتغلي معايا او زي هتطلعي سلسلتين وما تعتبريها غرزة خلاص خلاص الان خلي بالك هاعمل تناقص عمودين في العمودين الامامية الاولى كيف هعمل هعمل العمود الامامي الاول بس لو تلاحظي هحط الصنارة في او تحت التناقص الاولاني شايفاتو هذا كان التناقص الاولاني وتعتبري غرزة واحدة هدخل الصنارة من تحته بالكامل وحسوي اول عمود امامي وما اكمله هدخل حامل العمود الامامي التاني في العمود الامامي اللي بعده وما اكمله بعدين الوف واسحب من الثلاثة كلها هذا صار شكله بعد كده هتعملي تناقص عمودين امامية في العمودين الامامية التالية اللي هتكون اصلا اخر غرزتين العمود الامامي الاول وما تكملي العمود الامامي التالي زي ما انت شايفه بادخله تحت التناقص اللي كان من الدور اللي قبل وما تكملي وبعدين تلفه وتسحبي من الثلاثة كلها صار عندك بس تناقصين في ذات دور في البتلة يعني خليني اشرح لك هي شوية للبنات اللي هيبدأوا يخربطوا لو تلاحظي كل بتلة فيها كم غرزة اربع غرز صح الاولى جاية من التناقص اللي في الدور السابق التانية عمود امامي عادي فحتعملي في هذه الغرزتين تناقص في اللي بعدها هتكون عمود امامي عادي وبعدين تناقص صح؟ في هذه الغرزتين هتعملي كمان تناقص عمودين امامي هعمل اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع الان يبدأ التكرار هتعملي تناقص امامي خلاص في العمودين الامامية التالية مرتين في البتلة اللي جاية نفس ما سوينا المرة الاولانية هذا التناقص الامامي اللي كان في الدورة الاولانية حتتعتبر غرزة واحدة حتعمل في العمودة الامامي الاول تروحي في الغرزة اللي بعدها تعمل العمودة الامامي التاني تلوفي وتسحب من التلاتة هذا اول تناقص سوي التناقص اللي بعده وكملي صار عندك تناقصين هذا التناقص الاول وده التاني بعد كده هتعملي اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع وبحبحي سلاسلك عشان لا ينضغط الشغل هتكملي او تكرري داير ميدور عشر مرات وتنهي بمنزلقة خلاص هتكرر وارجعلك لما تنهي هتنهي بمنزلقة في اول عمود امامي سوتي او كان تناقص خلاص هتعملي فيه منزلقة بحسب البترون بيتقولك قص الخيط واخفي الديل انا بالنسبة لي ما هقص وحكمل بنفس الاسلوب خلاص بنهاية الدور التاسع راح يكون عندك اربع وعشرين عمود امامي واثناشر فراغ باربع سلاسلسل الدور العاشر هنبدأ نشتغل بالخيط الملون فحنقل الماركر الى اللون الابيض او الخيط الابيض خلاص ولما تشتغلي هتخلي الشغل اعفوا هتخلي الماركر والديل او الخيط الابيض للامام وحتشتغلي من الخلف نبدأ الان نشتغل بسم الله في الدور العاشر حاطلع سلسلتين وما هتبرها عمود هذا بالنسبة لي بالنسبة للبنات اللي يقصوا الخيط معناته هتشبك الخيط من جديد فحنشتغلي ما بين هنشتغل ما بين الاعمدة اللي من الدور ام تمانية وحنشتغل فوق فراغات الاربع السلاسل من الدور تسعة اللي هي حتشتغلي فوقها همتخليها في الخلف اللي حتشتغلي فوقها خلاص زي ما اشتغلنا المرة الاولانية نفس الحكاية هتيمسكين العمودين بعديهم عن بعضه تبدي تشتغلي فيهم إذا كنتي قاصة الخير هتشبكي بعمود واقف ما بين العمودين هنا فوق الأربع السلاسل إن كنتي بتشتغلي زي أطلعي سلسلتين هتشتغلي عمود أمامي عفوا عمود بين العمودين من الدور 8 بدي الطريقة وحنشتغل فوق الأربع السلاسل هتعبلي أربعة أعمدة في نفس الفراغ أو المنطقة اللي انت دوبك اشتغلت فيها هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني تجي تعدي صار عندك مروحة فيها خمسة أعمدة خلاص واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة الآن يبدأ التكرار هتعملي سلسلتين بحبحي سلاسلك لا تنسي واحد اثنين طيب بعد كده هتعملي خمسة أعمدة بين العمودين التالية من الدور 8 اللي هنا بينهم في النص كدت بعديهم عن بعض وحتشتغلي فوق فراغ الأربعة السلاسل من الدور 9 واحد اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة هتكرري اللي هي سلسلتين خمسة أعمدة عشر مرات كمان هتكرر وأرجع لك بعد ما تنهي تكراراتك هتكملي الدور يبقالك تعملي بس سلسلتين وتنهي بمنزلقة في أول عمود سوتي في البترون يقول لك قص الخيط وأخف الدل أنا بالنسبة لي برضو ما رح أقص وهكمل شغلي عادي الآن هذا صار شكلها لو تلاحظي بدأت الوردة شوية ترتفع شايفتها ويتقوس الشغل شوية ما هي مشكلة حيرجع ينفرد تاني أو زي ما قلتلك إذا ما انفرد معناته انت شاد مرة السلاسل حقتك بنهاية الدور العاشر رح يكون عندك 60 عمود و12 فراغ بسلسلتين هذا الشكل الشغل من الأمام وهذا شكله من الخلف الآن هشتغل بالخيط الأبيض وأنقل الماركر للخيط الملون زي ما انت شايفه لما انت شتغلي هتخلي الماركر والخيط الملون للأمام هذه المرة وليس للخلف هنبدأ نشتغل الدور الرابع باللون الأبيض إن كنتي قصيت الخيط هتبدأي وتعملي عمود أمامي أو تناقص عمود أمامي في الغرزتين اللي متبقية عندك في كل بتلة لو تلاحظي في كل بتلة فيها كم تناقص عمودين تناقص عمودين غرزتين غرزتين صح ولا لا شو فيها واحد اتنين فحتعملي تناقص كمان عمودين أمامية في الغرزتين المتبقية في كل بتلة خلاص فرح تبدأي أنا بالنسبة لي هبدأ بسلسلتين للارتفاع فقط هأعمل تناقص عمودين أمامية في الغرزتين المتبقية في البتلة هدخل الصنارة كده تحت التناقص السابق وأعمل العمودة الأمامي الأول وما أكمله وأروح في الغرزة اللي بعدها وأعمل العمودة الأمامي التالي وما أكمله وألف وأسحب من ثلاثة الغرز كده اكتملت بتلاتين الآن يبدأ التكرار من هنا رح أعمل ست سلاسل واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة رح أشتغل تناقص عمودين أمامية في الغرزتين التالية من البتلة التالية من الدور تسعة بهذه الطريقة هذا العمودة الأمامي الأول وما أكمله هذا العمود الأمامي التالي وما أكمله وبعدين ألف وأسحب من الثلاثة كلها هكرر كمان مرة هذا كده خلص تكرارك هكرر التكرار مرة تانية اللي هو ست سلاسل واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وحامل تناقص عمودين أمامية في الغرزتين التالية من البتلة من الدور التاسع هتكرري اللي توصلي هنا وأرجع لك طيب هنا نهيت تكراري نكمل الدور بس نعمل ست سلاسل واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هتنهي بمنزلقة في أول تناقص سويت خلاص هتقص الخيط هادي المرة ضروري وتخفي الدير خلاص بنهاية الدور 11 رح يكون عندك 12 تناقص بريد أمامي أو عمود أمامي و 12 فراغ بست سلاسل هادي العمل من الأمام وهذا العمل من الخلف لو تلاحظي أتقوس الشغل قد إيش شايف السطرة ال 12 هنفضل يعني هنشتغل باللون المدرج خلاص احنا قصينا الخيط الأبيض وأخفينا زي ما انت شايف الدين إذا كنتي بتقص الخيط حتشبكي بنص عمود واقف في أول عمود من أي بتلة مكونة من خمسة أعمدة خلاص خلاص في الدور العاشر ف عندي كل بتلة من هنا مكونة من خمسة أعمدة أول عمود هتشبكي فيه بعمود واقف إذا كنتي قص الخيط إذا كنتي مشاق الخيط خلاص نشتغل على طول فأنا هطلع السلسلة للارتفاع فقط وطبعا هنشتغل من أمام السلاسل الستة اللي من الدور 11 ما هتمسكيها هتشتغلي فقط من أمامها فهتدف في السلسلة بدي الطريقة على وراء السلاسل هتبدا يتشتغلي نشتغل بسم الله هطلع سلسلة للارتفاع فقط طيب بعد كده هعمل نص عمود في الغرزة اللي أنا وقفة عندها اللي يتعتبر أول عمود هعمل نص عمود آخر في نفس الغرزة يعني سر اثنين نص عمود في أول عمود هعمل هشوف الثلاثة الغرزة التالية واحد اثنين تلاتة رح أعمل اثنين نص عمود في الغرزة اللي بعد هذا واحد وهذا اثنين هذه الغرزة اللي هي هتكون آخر عمود موجود في مجموعة الخمسة الأعمدة الآن هعمل عمود أمامي بثلاث لفات خلاص في العمود من الدور الثامن يلا خلي بالك أول شي أنا أحدد فين هعمل العمود الأمامي بثلاث لفات هعملوا في الدور الثامن الدور الثامن اللي هو الدور اللي فيله الخمسة الأعمدة شفتي الخمسة الأعمدة شايف العمود اللي من تحت الملونين هدول في واحد على اليمين هنا واحد هنا واحد هنا صح العمود الأمامي بثلاث لفات الأول اللي رح يسوي هيكون على يسار البتلة الكبيرة البيضة شايف هادي البتلة الكبيرة البيضة على يسار في العمود اللي عمود امامي كده خلاص الخطوة اللي بعدها راح اعمل عمود امامي بتلات لفات في العمود من الدور 8 يمين البتلة اللي انتي واقفة فوق راسها هادي البتلة اللي انواقفة فوق راسها البيضة صح ولا لأ فهاعمل عمود امامي بتلات لفات في العمود من الدور 8 هذا العمود في الدور ثمانية على يمين البتلة كده ترجع بالصنارة على ورا هاعد تاني تلف في ثلاث لفات ترجع بالصنارة ورا تدخل من اليمين لليسار عشان تعملي العمود الأمامي خلاص تاخد الخيط وتكملي عمودك عادي هادي من أول لفتين تاني لفتين تالت لفتين رابع لفتين صار شكل الشغل كده خلاص الآن يبدأ التكرار هتدفي الثلاسل الستة للخلف ما هتشتغلي فيها أسحب المروحة اللي فيها خمسة عمدة كده راح تعملي اثنين نص عمود في أول عمود هادي واحد هادي اثنين راح تعملي حشو واحد في الثلاثة الغرزة التالية واحد اثنين ثلاثة راح تعملي اثنين نص عمود في العمود الأخير في المروحة اللي عندك هدا واحد اثنين بعد كده هعمل عمود أمامي بثلاث لفات في العمود من الدور تمانية يقع على يسار البتلة البيضة هذا هو على اليسار بعد كده هتعملي عمود أمامي بثلاث لفات في العمود من الدور تمانية ويقع على يمين البتلة اللي انت واقف عندها شايفتها هذا سارة الشغل من هنا يبدأ تكرارك كده خلص هتكرر الكلام هذا خلاص عشر مرات كمان هكرر وأرجع لك لما انتني آخر تكرار هتعملي منزلقة في أول نص عمود سويتي خلاص بنهاية الدور 12 هيكون عندك 108 غرز اللي هي 36 حشو 48.5 عمود و24 عمود أمامي بثلاث لفات هذا سر شكلها حال يعني في الوقت الحالي وكده من الخلف الدورة 13 لازلت بس تخدم الخيطة الملول هطلع سلسلة للارتفاع هعمل حشو في نفس الغرزة اللي أنا عملت فيها المنزلقة واللي واقفة عندها هعمل حشو في الغرزتين التالية واحد اتنين نقرب لكم شوية من الكاميرا الآن يبدأ التكرار هعمل اتنين حشو في الغرزة اللي بعد يعني تزايد هذا واحد هذا اتنين في نفس الغرزة لو تلاحظي هذا الحشو او التزايد صار في الحشو اللي في النص في المجموعة التلاتة الحشوات اللي تحت تحت مو عندي حشو 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 تاني حشو هو اللي موجود في التزايد هتعملي حشو في الثمانية الغرز التالية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية خلاص هتكرري الكلام هذا عشرة مرات كمان اللي هو التكرار اللي دو بيقلتلك عليه كده خلصت التكرار بعد كده نكمل الدور او السطر هتعملي تزايد حشو او اثنين حشو في الغرزة التالية بعد كده رح تعملي حشو في الخمسة الغرز اللي باقية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة اخر حاجة هتكفل بمنزرقة في اول حشو سويت كده يكون خلصت دور معاكي رقم تلاتة عش بنهاية الدور رح يكون عندك مية وعشرين غرزة حشو الدور اربعة عش هنستمر بنفس اللون هطلع سلسلة للارتفاع فقط هعمل حشو في نفس الغرزة اللي أنا واكفة عندها اللي فيها المنزلقة هعمل حشو في الاربع الغرز التالية واحد اتنين تلاتة اربعة خلاص لما تجي تعدي الآن حاليا انتي تدوبك سويتي فقط خمسة حشوات الآن يبدأ تكرار الضلع ايوة نبدأ نكون الاضلع هنا يبدأ نحول تتحول الدائرة شوية شوية الى مربع خلاص فهيبدأ تكرار من هنا هعمل نص عمود في الغرزة التالية هعمل عمود في الغرزتين التالية واحد اتنين كده رح تعملي عمود بلفتين في الغرزتين التالية هذا واحد وهذا اتنين الآن هتعملي اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة هتجاهل الاربع الغرز التالية وهعمل منزلقة في الغرزة اللي بعدها واحد اتنين تلاتة اربعة في اللي بعدها هعمل منزلقة لو تلاحظي اللي بعدها هتكون الحشو التاني من التزايد فالمنزلقة اللي هنسويها الآن هتكون في تاني حشو في التزايد تتجاهل اربعة في اللي بعدها هتعملي المنزلقة الآن هتعملي تلاتة عشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش اتنين تلاتة ستعملي منزلقة في نفس الغرزة اللي دوبك سويت فيها منزلقة ستعملي اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة ستتجاهلي اربع غرز واحد اتنين تلاتة اربع في اللي بعدها هتعملي عمود بلفتين في الغرزتين التالية هذا واحد هذا اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة تتركيهم بدون عمل بعدين نبدأ نكمل تعملي عمود بلفتين في الغرزتين التالية تعملي عمود بلفة واحدة في الغرزتين التالية واحد اتنين تعملي نص عمود في الغرزة اللي بعدها تعملي حشو في الاحداش الغرزة التالية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداش دائما ما بين هذه اللفة والتانية اللي هتعمليها هيكون في عندك احد عشر غرزة حشو اول وحدة واخر وحدة تبدأ عند وتنتهي عند الحشو التاني في التزايد شفي هادي هذا الحشو الاول هنا كان نص عمود هذا الحشو الاول هتلاقي موجود في الحشو التاني في التزايد سوينا الحشوات حقتنا اخر واحد او اخر حشو هتلاقي في الحشو التاني خلاص كده يكون انتهى التكرار التكرار يبدأ من هنا من عند نص العمود تسوي ده كله وتكملي اخر حاجة بالحشوات هترجع تكرري بقيت الاضلاع خلاص وارجع لك الان بس احب انتهى انه في اخر تكرار لما تجي تنهيل مفترض انه انتهى تعملي 11 غرز حشو اللي هتعملي بس 6 غرز حشو لانك انتهى بدأت الدور بخمسة من هنا صح ولا لا طيب الشغلة التانية بتقول لك حطي شغلك على الطاولة بس اتأكدي للتأكيد فقط كل اللف عندك شايفة اللوبس اللي تكونت هنا وهنا وهنا انه هذول اللوبس او اللفات بيقعوا بين بتلتين بيضة شايفة كيف هذي بتلة وهذي بتلة فبينهم في النص تلاقي اللفات هذي هما كانوا موجودين في النص ما بين البتلات معناته انت شغلك معوز شوية وتأكدي من عدد الغرز بنهاية الدور 14 رح يكون عندك 84 غرزة اللي هي 44 حشو 8 انصاص اعمدة 16 عمود و16 عمود بلفتين و4 فراغات عفوا 8 فراغات ب4 سلاسل و4 فراغات ب13 سلسلة طيب نبدأ الدور 15 حطلع سلسلة للارتفاع طيب هامل حشو في العشرة الغرز التالية 1 2 9 10 هتعمل ل3 سلاسل 1 2 3 الآن هعمل في فراغ 13 سلسلة واللفة اللي عندك هنا هعمل نص عمود 3 حشوات 1 2 3 سلسلتين 3 حشوات 1 2 2 3 نص عمود الآن يبدأ التكرار من هنا هتعمل 3 سلاسل 1 2 3 3 هعمل 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 اللي هنا اللفة هاعمل نص عمود تلات حشوات سلسلتين تلات حشوات نص عمود بعيدها نص عمود تلات حشوات واحد اتنين تلاتة سلسلتين تلات حشوات واحد اتنين تلاتة نص عمود خلاص هذا هو كان تكرارك اللي كان بادئ من هنا عفوا من هنا فحتكرر هنا هنا لما توصل هنا المفترض ان انت تعملي 21 او حشو في ال 21 غرزة هتعملي بس في 11 غرزة وتنهي بمنزلقة وتقص الخيط وتخفي النهايات خلاص طيب كده انهيت انا المربع تبعي خلاص بعد ما تنهي تقص الخيط تخفي النهايات بنهاية الدور رح يكون عندك 116 غرزة في المجمل تمانية نص عمود 108 حشو تمانية فراغات بتلات سلاسل واربع فراغات بسلسلتين في الزوايا طيب في الضلعة الواحد من هنا الى هنا سيكون عندك 29 غرزة اللي هي اتنين نص عمود 27 حشو واثنين فراغات بتلات سلاسل اللي هنا طيب في الضلعة الواحد من الزاوية للزاوية الان حتلاقي شكلها شوية يعني موحلوا كده وما هم رتب انت حترتبيها ستبدأ تمسك الضلع لما عملنا الغرز اللي في اللفة في الزاوية هنا شي طبيعي لما تجي تشتغل في سلاسل الغرز ما حتكون واقفة بالزبط مكان ما تيبي فانت ايش حتثوي حتلاقي جزء اطول من جزء زي ما انت شايفه حتبدأ تصلحيها وتركبيها وتفرديها مصبوط زي ما انت شايفه كده هذا اللي عليك انه انت تسوي بعد ما تنهي الدور خلاص تلاقيها ترتبت معاك الان نبدأ الدور رغم 16 هشتغل باللون الابيض هبدأ الدور واعمل حشو واقف في اي فراغ بسلسلتين في اي زاوية ما انت بتعملي حشو واقف اعملي منزلقة في فراغ السلسلتين في الزاوية اطلعي سلسلة ارتفاع واعمل الحشو تبعيك هذا الحشو تبعي في نفس الفراغ هعمل سلسلتين وحشو هذه زاوياتك الجديدة طيب الان يبدأ التكرار تبعى الضلع الواحد هامل حشو في الاربع الغرز التالية واحد اتنين ثلاثة اربع اعمل ثلاث حشوات في فراغ الثلاث سلسل التالي واحد اتنين ثلاثة هامل حشو في الواحد وعشرين غرزة التالية واحد واحد اتنين عشرين واحد وعشرين بعد كده هنعمل ثلاث حشوات في فراغ الثلاث سلاسل واحد اتنين ثلاثة بعد كده هامل حشو في الاربع الغرزة التالية الان خلي بالك بس اول غرزة اللي هي نص العمود انتبع عينها فين هنا كأنها سلسلة لا تخربطي وتتركيها ما هي مشغولة شايفتها نص العمود هذا العين تبعها كأنها سلسلة فهادي عندك واحد اتنين ثلاثة اربع في فراغ السلسلتين في الزاوية راح اعمل حشو سلسلتين حشو كده يكون خلص تكرارك هكرر في بقية الثلاثة الاضلاع خلاص وانهي بمنزلقة في اول حشو سويته هنا في الزاوية طبعا معد ما تنهي تنهي بمنزلقة خلاص بنهاية الدور رقم 16 راح يكون عندك 148 حشو واربع فراغات في اربع فراغات بسلسلتين في الزاوية في كل ضلع هيكون عندك 37 حشو الدور السبعتاش هكمل بنفس اللون راح اعمل منزلقة في فراغ السلسلتين في الزاوية عشان يكون بدأت من زاوية هاطلع اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربع هعتبرها اول نص عمود زائد سلسلتين بعد كده هعمل نص عمود في نفس الفراغ وهذه زاويتك الجديدة اللي هي يصير نص عمود سلسلتين نص عمود طيب الان يبدأ تكرار الضلع الواحد من هنا هتجاهل الحشو الاول او الغرزة الاولى هاعمل نص عمود في 36 غرزة تالية هادي نتجاهلها وبعدين اعمل نص عمود في اللي بعدها هادي واحد اتنين تلاتة خمسة وتلاتين ستة وتلاتين بعد كده فراغة سلسلتين هعمل نص عمود سلسلتين نص عمود هكده خلصت تكرار وراح تكرري في الثلاثة الاضلاع الباقية لما تنهي تنهي بمنزلقة وتقص الخيط وتخفي النهايات بنهاية الدور 17 راح يكون عندك 152 نص عمود واربع فراغات بسلسلتين في الزوايا في كل الضلح هيكون عندك 38 نص عمود واحدة من الاخطاء الشاعع اللي ممكن تحصل في الدور هذا اللي هو رقم 17 انو انتي تشتغلي في كل غرزة موجودة عندك هما تتجاهل اول حشو لما تجي تعملي انصاصها الاعمدة في كل ظل الان نشتغل في الدور 18 باللون المدرج او الملون الدور 18 راح ابدأ بنص عمود واقف في اي فراغ بالسلسلتين في اي زاوية ما تبغي تبدأ بنص عمود واقف هتبدأي بمنزلقة وتطلع سلسلتين وتعتبريها نص العمود تبعك فهاد عندي نص العمود الواقف في فراغ السلسلتين في الزاوية في نفس الفراغ راح اعمل نص عمود سلسلتين اتنين نص عمود فهذا نص عمود سلسلتين اتنين نص عمود كده صار عندي اول زاوية تكونت عندي من اتنين نص عمود سلسلتين اتنين نص عمود خلاص الان يبدأ تكرار الضلع الواحد راح تعملي بريد خلفي او عمود خلفي في الثمانية وتلاتين غرزة التالية يعني في كل غرزة نص عمود عندك في الضلع هتعملي فيها عمود خلفي بسم الله نبدأ واحد هكرر الشغل بالبطيء اتنين انا حكمل لنهاية الضلع وارجعلك نكمل التكرار في فراغة سلسلتين راح اعمل اتنين نص عمود سلسلتين اتنين نص عمود هتكرر ردا الكلام في بقية الاضلع تنهيب منزلقة وتقص الخيط وتخفي النهايات انا هنا خلصت مربعي نهاية دور 18 راح يكون عندك في المجمل 168 غرزة واربع فراغات بسلسلتين في الزوايا خلاص الغرز هي 16 غرزة نص عمود ومية واثنين وخمسين عمود خلفي في الضلع الواحد راح يكون عندك اربعة انصاص اعمدة وثمانية وثلاثين عمود خلفي اللي هو اتنين واربعين غرزة في الضلع الواحد كده يكون خلص المربع هذا ان شاء الله يكون سهل وبسيط وان شاء الله يعجبكم وتجربوا التكنيك هذا اللي هو انو انو ما تقسكسوا الخيوط وتستمروا بخط واحد لانو هذا هيكون نقطة قوة في وحدتك بالنسبة لمقاس الوحدة الناتج فهو واحد وعشرين سانتي او تمانية وربع انش تقريبا واحد وشرين سانتي واحد وشرين سانتي ان في اي سؤال او استفسار اسألوا ان شاء الله يقابلكم الاسبوع القادم في جزء جديد عشان نبدأ نكبر الوحدة هادي ونكملها نهاركم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة